أعدام متهم كويتي ومعاقبة آخر بالمؤبد هذا ما قضت به محكمة الإسعناف الكويتية على ما تعرف بخلية هزب الله مؤيدة بذلك حكم أول درجة فيما برأت بعض المتهمين وخففت الأحكام الصادرة على آخرين لتتفاوت عقوباتهم بين الغرامة والحبس خمس سنوات أغلب اللي خذ خمسة عشر سنة قضية ببراءة لله العمد والفضل منه أغلب اللي كانوا مخذين على حيازة سلاح بسيطة عدل الحكم من حبس إلى غرامات برأ من تهمة التخابر اللي كانت جل الاتهامات وأيت في باقي التهم عن باقي المتهمين وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على أفراد هذه الخلية في أغسطس الماضي ووجهت لهم النيابة تهم الانتماء لحزب الله اللبناني والتخابر مع إيران وحيازة أسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في الكويت قضية فيها كم من الإسلاح يقوم يقادر على هدم دولة وكمية الإسلاح المخزنة أكيد لها أن كانت الغضية فيها من التدخل الإيراني بالشكل اللي شفناه وسمعناه من خلال الحكم وغيره أنا أعتقد هي من أخطر الغضايا في الكويت لأن فيها تآمر على الدولة وشهدت الفترة الأخيرة توترا في العلاقات الخليجية مع إيران بسبب تدخلها في شؤون الدول الخليجية أحكام لا تزال غير نهائية في ملف خلية حزب الله التي تابع أدقة تفاصيلها الشارع الكويتي لاعتبارها واحدة من أكثر القضايا تهديدا لأمن الكويت واستقرارها سامر شتاك الجزيرة الكويت